أستاذ ماجي فيه جانب آخر حياء الدورة المصرية اشتغلت عليهم مهمة جداً وهو فكرة تدريب وتأهيل العمالة المصرية تدريبهم وتأهيلهم بقى إن كان لأنها تغذي السوق المحلي بعمالة مدربة أو حتى لتغذي بيهم الأسواق الخارجية فكرة التأهيل والتدريب دي مهمة جداً إزاي اشتغلت عليها الدورة المصرية وكانت إيه الرؤية؟ شوف إحنا بقنا سنة طويلة عندنا مركز تدريب وكل وزارة عندها مركز تدريب بس ما كانتش مفاعلة بالشكل اللي أو للأسف ما كانتش بتتلقم أو بتتطور مع إحنا عندنا أنماط وظيفية بتادي تتصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية يعني فكرة إن الصبح العام يصحى من إنهم الصبح يركب العربية الشركة ويروح يشتغل وبتاع ما بقتش دي هي الفكرة المسيطرة بالشكل القائم يعني عندنا المهن المختلفة يمكن شوفنا الرئيس من كم يوم من ثلاثة يام كان بيتكلم عن الناس اللي بيشتغلوا في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة ودول ما بيروحوشش يعني كتير منهم ما بيروحشش شغل لا ده ممكن يشتغل من البيت وممكن 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 فالماط الوظيفية أصبحت عندنا جديد بتتطور بشكل كبير فكان لابد إن إحنا نعمل مراكز تدريب يعني تتماشى مع هذا التطور وبالفعل الدولة بتتخطو خطوات في هذا المجال بحيث إن إحنا كمان نوفر فرص عمل للداخل وزي ما قلت حضرتك إن إحنا كمان إحنا دولة مصدرة للعمال وخلينا صرحة يمكن إحنا بنسمع الأيام دي كمان إن ليبيا عايزة 2 مليون عامل ومش مصري وده هنحتاج كمان نعظم من دور التدريب المهني خلال الفترة اللي جاية عشان نقدر نعد إعداد كامل هذه العمالة عشان تروح لأن دي هتبقى برضو حكاية سفر أو شغل العمال للمصرية في الخارج يعني ده ركيزة برضو من ركاز الاقتصاد الوطني عمال المصانع المصرية هم الركيزة الحقيقية في بناء الصناعة دولة المصرية عملت لهم إيه؟ بص الدولة المصرية دايما مهتمة بالعمال يعني الدولة المصرية الحالية دايما مهتمة بالعمال يعني مثلا إحنا دلوقتي يعني فيما عملنا خلال الفترة اللي فاتت على مستوى التشريع يعني عملنا قانون للتأمنات الاجتماعية عملنا قانون للقانون التأمين الصحي عملنا قانون للنقابات العملية عملنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكان العمال جزء مهم فيها الدولة المصرية بتحرك الأجور بس مثال تحريك أجور بس إزاي يعمل منظومة أجور جديدة إزاي يعمل منظومة أقرب فيها المسافات بين الناس إحنا كان عندنا ناس بتغبط مبالغ في الجهاز الإدارية الدولة مثلا يعني مثلا الناس بتغبط كبت كتيرة وناس بتغبط إليها جدا يعني أصبح النهاردة فيه نظام بتعامل لتقريب الناس النهاردة بقى كل درجة وظيفية لحقق أدنى في الأجور يعني كل الحاجات دي ما كانتش موجودة في الأول النهاردة لما بعمل يعني إحنا الدولة دلوقتي بتفكر في قانون عمل القانون العمل اللي موجود ده لابد إن إحنا نعمله استراتيجية جديدة فكرة جديدة الفكرة الجديدة اللي موجودة في المشروع القانون اللي بتداول دلوقتي إزاي نوفر الأمان الوظيفي للعملين في القطاع الخاص لأن إحنا كلنا رايحين للقطاع الخاص خلال المرحلة اللي جاية خلاص بقت الشغلان شغل الميري لا دا ما بقاش ده هو اللي موجود كلنا رايحين للقطاع الخاص لا التموح المفروض للقطاع الخاص بس المهم إزاي ووفر للعامل الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ما ينفعش يليه بقى واحد شاب مستقر وعنده بيت وقصرة وإيجار ومية ونور وكل ده وفجأة ما يلاقي نفسه في الشارع ما فيش حاجة اسمها بفاصلة على السوفي لا ما فيش حاجة اسمها استبرسلتة مضيعة للعامل قبل ما يدخل الاشتغل كل الحاجات اللي كانت بتحصل من بعض الناس مش من كل الناس لابد ان احنا نعالجها في القانون الجديد ويبعندنا قانون عمل جديد فلسفته الامان الوظيفي للعملين في القطاع الخاصة والدولة متجوبة بشكل كبير مع هزي الفكرة يعني